فقراتنا الأولى المثيرة لهذا اليوم فرع مثير في مجال الطب النفسي وفي مجال العلاجات بدون عقاقير بشكل عام التنويم الإحائي أو المغناطيسي بالله هنعرفه من ضفنا اللي بيستخدم خاصة في علاج بعض حالات الاكتئاب أو حالات النسيان يعني لو نسينا مفاتيح السيارة في مكان ما وحبينا نستعيد المكان أعتقد أنه هو التنويم الإحائي يجدي في هذه الحالة بيرجع عهده لعهد الفراعين القدماء المصريين كان هناك معابد نوم أو ما يسمى بالنوم العلاجي خطأا بيشاع اسم التنويم المغناطيسي هو الأصحة التنويم الإحائي أنا معكم على الهواء مباشرة دكتور زهير حسن خشيم أخصاء علاج بالتنويم الإحائي والعلاقات الإسرائية صباحا لخير يا دكتور صباحا لخير نتمنى أن نحن نفضل في كامل قوانا لحظة الشيء وفي كامل استيقاظنا وعينه أولا تنويم إحائي ولا تنويم مغناطيسي تنويم إحائي وما المغناطيسي دي هل لها علاقة بكهربة المخ مثلا لا هو فرويد لما كان بيستخدم التنويم في بداياته استخدم المغناطيس كان بيمرره على الجسم عشان يشوف النظات المغناطيس زي ما أنت عارفه بيتحرك ويتحرك كان مع نظات اليد هدا الفكرة فأتعلقت كلمة المغناطيس بالتنويم يعني بيساعد المريض على الوصول لحالة الاسترخاء ما بيساعد ويشوف النظب بفقد لغير أنه الجسم ارتخى يتأكد أن المريض وصل لدرجة معينة من الاسترخاء نعم دكتور زهير بظنك لماذا الناس تتخوف من اسم التنويم الحيائي؟ نحن نعرف التنويم في البداية هو زي ما أنت عارف أننا عندنا العقل يتكون من جزئين العقل الحاضر العقل الباطن نعم نحن ننوم هنا العقل الحاضر ونتكلم مع العقل الباطن ففيه المفهوم الخطأ يمكن عن طريق الترفيزيون يتعلمون الناس أو سوما يقول لك أنه أنا هتنوم يحائيا وبعدين المعالج أو المنوم هياخذ أسرع لي الكلام هذا غير صحيح صحيح لأنه نام برغبته وما هيطلع وما هيتكلم إلا ما يرغب فيه لا هي وصلت لما هو أسوأ من ذلك يعني البراما وصلت لنا بفكرة غير وقعية تماما حي إنه المعالج بيجبر المعالج بإنه يكون في حالة خضوع كامل لي وتنفيذ للأوامر تصل إلى حد إيداء النفس لو قال له إلقي نفسك في البحر هيرقي نفس لو قال له إقتل فلان هيقتل فلان وهو ده سبب بالزبط الخوف الفزع اللي بيصدن الكلمة فيلم زي ما بشوف الأفلام كده حاجات غريبة في الفلان لكن الواقع يختلف الواقع يختلف كثير 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 نحن نستخدم في علاج التأتأ كمان لا تنزع مهم جدا التأتأ التأتأ أنت عندك الفك هذا في طفل صغير كان بيبكي فتوبخ بطريقة بشعة شوية فتجمدت الحتة هذه تشنجت بمعنى آخر فتلاقي بتأتب بعمل الحتة هذه في عندك نتف الشعر كمان قدم الأظافر قدم الأظافر سرصعت الأسنان في ناس عندهم ضغوط نفسية من كترة الضغوط النفسية تلاقي طلع صوت أسناء النوم أسناء النوم هو نايم تلاقي أسنان وبتسرصع طلع صوت المناطق المفتوحة المناطق المغلقة الصعود في المصعد الأماكن المرتفعة الأماكن المرتفعة كل هذه الأشياء قد تكون هي من التربية القديمة أساس التربية أنه الطفل المدرس قال له يقوم وقف جاء بقدام الطلبة حصل عنده ردة فعل أصحابك مزوح معاك زي ما يقول إيش دفوك في الموية الطيارة كانت في الجو فطولت كثير في النزول أو صارت فيه احتزازات مطبات خاف من الطيارة اللي بنسميه نحن العقدة النفسية إذن لكل الأعمار ولكل الفئة التنويحي صغار وكبار سن حتى المعوقين نحتمد على العقل معوق هو معوق جسمياً ولا عقلياً آه على حسب نوع الإعاقة لو إعاقة ذهنياً العقل هذه العقل طبعا العقل ماهو سليم هنا ما يقدم نتعامل معه صحيح ممكن أطرافها تكون أطرافها تكون معطلاشاً أهم شيء العقل أهم شيء عندي العقل العقل يكون سعيد طيب الآن الآن بمأنه علاج هل يعتبر مكمل العلاج الآن الحديث؟ بالتأكيد بالتأكيد وخلي بالك أستاذي الفاضل إحنا إيش بنسوي هي كل ما بيحصل هو فكرة عبارة عن فكرة كل حاجة في حياتنا بدأت بإيش؟ بفكرة البرنامج هلا كان فكرة وتنفس فيه له أصول إذن الفكرة اللي أنا واضحة عن نفسي وفهمها عن نفسي فكرة قد تكون أحياناً خاطئة لو غيرت الفكرة هذه شاب هو إيش اللي بيحصل كمان لا تنسى فيه حاجة مهمة التنويم الإيحائي إحنا بننوم العقل الحاضر وبنتكلم مع العقل الباطن هنا المقاومة بتقل اللي هي اللي دائما إحنا بنقول ما قدر ما قدر عمل حكاية هذه لما العقل يسترخي عرف إحنا بيش نسوي بنرخي الجسم وبعد كده بنرخي العقل حتى العقل الذهني بيعمله عملية استرخاء حكي فيه ناس كثير بتقول لك أنا عقلي شغال وما بنام صحي طب هذا يحتاج إلى إيش استرخاء طيب اللي يعني الآن مرحلة النوم الآن ممكن فيه حالات كثيرة تصير الواحد يكون نايم وهو نايم يحكي وتكلم ويقوم ويجي يعني هذه تقريبا مثال إنسان ضغوط النفسية ضغوط النفسية لو دخلنا كده كمان شوية الحلم عبارة عن إيش هو تنفيس عن رغبة مكبوتة فنفس الحكاية الكلام والمشي هو تنفيس عن رغبة مكبوتة في حاجة هو يبغي يقولها ومجادل يقولها في حالته العادية ففي أثناء النوم جلت المقاومة هنا فبدأ يتكلم فهمت كيف؟ زي اللي مثلاً يقول لك الجيعان ويمشي طيب إحنا إيحنا إيحنا دكتور نبدأ في التطبيق مباشرة لأن الوقت مش حبين أنه يدهمنا وعزين نشوف التجربة عملياً وهو محمد تطوع جهز تطوع لن يكون المعالج إذا تحط الأوراق على جانب الله يسلمك جميل وتركز اللي نفسك كده كويس وأهم حاجة رأسك يرتكز ويدينك قدامك شايف رجلينك بالطريقة هذه ويدينك بالطريقة هذه ورأي أنت يركز رأسك بالطريقة هذه أنت تبغى تسترخي الآن إيش الهدف من الاسترخائك أو من التنويب؟ عندك هدف معين؟ ارتاح شوي ترتاح شوي هذا واحد اثنين تحب تتذكر في عندك اسم صديق والله أنا في اسم صديق أحاول تتذكر أحاول تتذكر الصديق هذا من متى كان معك؟ تقريبا من عشر سنوات من عشر سنوات كنت في مدرسة سوا نعم جميل جدا طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم شايف؟ وإذا تكرمت إيش رأيك تلبس النظارة عشان عشان الضوء؟ لا يتعب لك عيونك؟ أحسن شكرا لك جميل جدا هاي أنتبئ أباك تروح معايا لأصابيع رجلينك وتحركها وتشوف رجلينك كمان وتحرك رجلينك كمان شايف؟ هاي حاسس رجلينك الآن تقلها على الأرض هو أرخي لي يدينك أرخي يدينك كمان أحسنت وأرخي كتافك جميل جدا هاي حاسبه تقل رأسك الآن جميل أحسنت هاي عيونك مقفلة شايف؟ أحسنت هاي ريح لي حوالين عيونك واشك يعطي له ابتسامة خفيفة جميل جدا رأسك مسنودة إذن الرقبة ما نحتاجها أرخي لي رقبتك أحسنت وأرخي معاك تافك أفرض ضهرك وشوف جسمك الآن نحس فيه مرتخي 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 كمان هناخد عملية اللي فاك تذكر درسنا في المدرسة أقول لك شهيخ وزفير هناخد نفس عن طريق الأنف ونسيبه عن طريق الفان جميل نستمر ناخد نفس أحسنت ناخد نفس ناخد نفس حس بالهدوء في عندك هدوء ودوء ناخد نفس جميل جدا هيا نتبه معايا أبغاك تركز معايا أبغاك تتخيل تتصور شكل الخمسة عشر الرقم خمسة عشر أتخيلوا أتذكروا شوفوا الخمسة عشر شوفوا الأربعة عشر ثلاثة عشر أحدعشر عشر تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة اثنين واحد وزيد استرخاء زيد استرخاء حس بالراحة الآن في عندك راحة في هدوء في سكينة في طمانية في داخلك أبغاك ترجع معايا إلى الخلف ترجع معايا ورا تخيل نفسك أنت في المدرسة اللي كنت تدرس فيها أرجع في المدرسة اللي كنت تدارس فيها أيام المتوسطة اتذكر الكلام هذا أرجع بذاكرتك واتذكر ياما المدرسة ناخد نفس كما مرة ناخد نفس أحسن حس بتقول رجلينك الآن بتقول يدينك بتقول جسمك ارجع معايا الوراء أيام ما كنت في المدرسة في المدرسة في المرحلة المتوسطة شوف زميلك اللي تبا تتذكره كان جالس وراك وانت معاه في المدرسة وانت بتكلمه وانت بتتعامل معاه وانت بتناديله شوف اسمه جاك اسمه الآن افتكرت اسمه وانت مبسوط انك افتكرت اسمه فاكر شكله كويس فاكرت افتكرت شكله شكله واضح الآن بتتصور شكله انت بتتصور شكله خد نفس آه زهد شايف شكله واضح أمانك اسمه جا اسمه في رأسك الآن افتكرت اسمه وانت مبسوط لكذا حس براحة في صدرك في هدوء في سكينة في طمانينة اوك يا محمد راح اقول لك واحد اتنين ثلاثة عن نمرة ثلاثة تفتح حينك وتقول لي اسم صاحبك واحد اتنين ثلاثة حياك الله كيف الحال اسم ايه سلطان اسمه افتكرته فعلا؟ بالفعلي اش ممكن؟ سلطان جيد فعلا؟ ايش اللي حصل؟ ايش اللي حصل؟ شكرا جزي ايش اللي حصل هو؟ هو بيحاول كان يفتكره فمشغل كل الاجهزة للبحث عنه انا اللي حسيت فيه انه انا مريح شيء يعني الان تارك كل شيء جاز افكر بالشخص هذا يعني انا بحيي طبعا دكتور زهير وبحيي كمان محمد انه استجاب انه فصل نفسه عن جو الستوديو والكاميرات والمشاهدين انا مبتاني ورقشت الجو هذا كان ايش اللي جدا وهذا هو حسيت بالاسترخاء صحيح حسيت جسمك استرخاء رخينا الجسم رخينا العقل فرجعتني دكتور يعني المدرسة والفصل وذكرت الاشخاص اللي يميني ويساري شكلها كان موجود يعني الى الان شكلها يعني ما زال بذاكرتي لكن الاسم انا عجزت اذكره بالفعل يعني اسمه سلطان اذا اخذنا هذا المثال لما يكون عندنا عقدة نفسية انا اكره اخاف من الموية اخاف من استباحة فهنا نرجع في العقدة نرجع الى وراء ونقول له شوف الحالة متى اول مرة جاتوا الحالة هذه فيقول لك اوكي انا صحابي كان ويش مرة مزحوا معايا ودفوني او اللي فيش يكون في الطيارة ويقول لك اه صحيح انا فتكرت ليش انا خايف من الطيران كانت الطيارة دايرة فوق وطولت في النزول وكان فيه مطبات من غير الفكرة حالي هذا اللي بيساعدنا فيها موقف معايا من البنات كثيرة اللي بيستخدموا نتف الشعر فبنتذكرها اول مرة كانت فين ويش الموقف اللي حصل لك حصلت فيه انا اتذكر واحدة قالتلي انا خرجت مع والدتي وما كنت لابسه ما كان شعري مزبوط وفجأة جونا ضيوف فشعرت بعادة فبديت زعلانة من نفسي اني ماما صرحت شعري فبديت انتف صارت عندي عادة والاقلاع التدخيني دفتور اعتقد برضو تنومي الأحاية بيساعد في الاقلاع التدخيني جميل جدا انتي لو لاحظت يا استاذا هو الباحث فينا ليش بيدخل ليه معظم اللي بيدخل ويش بيساوي بالدخان بالزجارة شهيق وزفير شهيق وزفير واحنا بدين الاسترخاء باي طريقة فبيحاول البحث عن طريقة للاسترخاء تفريغ الضغوط صحيح بيقول لك يفرغ الضغوط بيقول لك يفش خلج وطلع اللي في داخله فابا انصح انا كل واحد مددخن قبل ما يفكر انه يشربت بسجارة ياخد نفس ويسيب نفس حلاجه نفسه ما يحتاجه بس المسألة احيانا بتوصل لدرجة الإدمان بيبقى نسبة النيكوتين في الدم معينة الرغبة الرغبة ويحنا زي ما نقول تعودنا كيف حنا بالداخل ممكن نتعور كيف نقلع نقلع يمكان لها مقاومة يمكان دكتورة الرغبة بالفعل يعني موضوع جدا مهم انا كتجربة الان انا كان بالبداية عندي رغبة اني اتذكر اتذكر انا اعتقد يا شيرين حتى الشخص اللي راح يقلع عن التدخين لو كانت عندنا رغبة داخلية هو بيجي يجي الان يعني يحتاج لعلاج فقط هو صحيح سنعلموا كيف يسترخي وهذا مهم كل مجاله اللي بنسميها الخرمة او الارج انه يدخن هياخد نفس ويسيب نفس الشباب اللي تلاقيهم قاعدين في الاستراحات اخر الليل بيعسلوا ويش بيسوي طب خليه سوي الحركة هاري بدون المعسل ما حيرحم صدره وجيبه في نفس الوقت صحيح يوفر صحيته ويوفر مل الضغوط النفسية تفريغ الضغوط النفسية فمهم جدا صحيح ايضا في جانب تطوير الذات وتحسين الملكات الذاتية تحسين المهارات زي ملكة القراءة ملكة الكتابة ملكة تطوير ما يمكن ان يكون بداخله وهو لا يعلم انه بداخله ايضا التنويم الاحائي لا دور فيه لا دور فيها كبير اهم حاجة هو احنا منسل نفسنا انا اش افقى هذا مهم الهدف لازم يكون عندي هدف تسأل ناس كثير يقولوا ايش هدف يقولك ما عندي هدف يعني يفكر فيها انا عندي هدف الهدف هذا يريت اني انا اتخيل هنا كل حاجة بنشوفها في المنطقة هذه تخيل معايا وتصور معايا انت في الفصل رجعتك الفصل الواحد بيسترخي وبعدين يجي ستخيل الهدف حقه انا بتخيل انا انا حضرت البرنامج حضرت قناة الاقتصادية وكان برنامج جيد برمجت نفسي على حاجة معينة وهذا اهم حاجة زي ما اقلت لك كل حاجة بدت معانا في حياتة عبارة عن ايش فكرة صحيح بتكون الفكرة هاده ايجابية صحيح ايزا باختصار شديد التنويم الاحائي هو فكرة استرخاء حالة استرخاء شديدة جدا بيحس بيكون فيها الذهن صفحة بيضة قابل للاقتراحات للايحاءات يعني عاجينة يمكن تشكيلها وتفريغ الضغوط يعني مثلا حتى انو نكون انا ماشي في سيارتي وافتكرت فكرة ويعني كانت تضغط علي انا ممكن اخذ نفس انا ماشي في السيارة انا فرغت اي فكرة بيجيك انا بمفرغها حتى دايما نلاحظ محمد في الافلام الاجنبية كلمة دايما تتكرر كتير اوي لما يتعرضوا الموقف في ضغوط وسترس تيك دي بريث يعني اخذ نفس عميق تتكرر كتير و هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مراحل الغضب ايوا استهدد الله و هذا يعني اكبر دليل وعلاج وانا اوتيت من العلم الا قليلة ومازال النفس والروح اصرار كثيرة جدا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى بنشكر وجودة معانا و بحييك مرة تانية على التجربة العملية الحقيقية على فكرة مكانش فيه اي تمثيل ولا استعداد فعلا دي تجربة حقيقية 100% شكرا للك أستاذ دكتور زهير حسن خشيم اخصائي لك بتنويني الاحائي والعلاقات الاسرية شكرا لك شكرا جزيلا وتنويني انا تحت الهواء شكرا لك دكتور انا اخذ فاصل قصير وانا اضمعه سأل شكرا لك